نشرت صحيفة investigative journal تقريرا حول مرتزقة وارهابي تركيا المنتشرين في غرب البلاد التقرير الذي اعدته الصحفية الامريكية لانزي سنيل نشر اعترافات للمرتزقة والارهابيين السوريين مقاتل من فصيل فيلق المجد الارهابي الذي انضم لميليشيات السراج قال انهم يقومون بالسلب والنهب في طرابلس وغيرها من المدن التي تسيطر عليها الميليشيات وان بيوت المواطنين المهجورة هي هدفهم الاساسي طه حمود احد مرتزقة فيلق المجد قال انهم يمكنهم الخروج بمفردهم كما وجدوا الكثير من المنازل المهجورة بداخلها الذهب والاموال على حد تعبيره مبرر المرتزقة لارتكاب جرائم السطو والسرقة هو عدم حصول بعضهم على الاموال التي وعدهم بها اردغان وحكومة الصخيرات مؤكدين انها طريقة جيدة لكسب المال على حد تعبيرهم احد مرتزقة فرقة الحمزة اعترف بانهم مكثوا في ليبيا لاكثر من خمسة اشهر وانهم لم يتلقوا الا مرتباء شهر واحد وانهم حصلوا على راتب اقل بكثير مما وعدوا به مرتزق اخر قال ان هناك اتفاق بينهم وبين حكومة الصخيرات على زيادة مرتباتهم بنسبة 30% بينما ابدا متطرف سوري اخر في الاعترافات التي ادى بها للصحفية الامريكية عدم صدق قادتهم وان هذه الزيادة غير مرجحة وان هذه الوعود هدفها تشجيعهم للهجوم على سرط لتتوالى التقارير الدولية المختلفة حول جرائم المرتزقة في ليبيا وعملهم الدؤوب بالتعاون مع حكومة الصخيرات لافساد البلاد وتدميرها اشتركوا في القناة